دكتور غسان كيف نفسر الصور المرعبة التي تأتي من المستشفيات في الصين وكيف نفسر تقرير صيني من منظمة صينية طبية تقول أنه أزيد من مليون شخص سيعانون من مشاكل حقيقية وجدية خلال هذه السنة في الصين نعم الحقيقة الخوف في الوقت الحاضر هو من الأعداد الكبيرة لأنه كما ذكر الدكتور أنتوان بأن البي أف سابن عنده قابلية كبيرة للانتشار ولكنه طبيا وتأثيراته أقل من غيره والآن مع فتح الحياة العامة في الصين والسماح للصينيين بالسفر أيضا سوف ينتشر هذا المتحور الفرعي من الأومايكرون سوف ينتشر بشكل كبير وهذا ما نراه في الوقت الحاضر في الصين فهناك أعداد كبيرة نسبة الوفيات أو نسبة تأثر المرضى العالية بهذا الفيروس هي قليلة لا بل نادرة نسبة الوفيات هي أقل من 1% يمكن أن تكون 0.1 أو 0.2 فقط بالمئة ولكن الأعداد الكبيرة والانتشار الواسع هو ما يخيف الدول بما فيها الصين وهذا يفسر الصور التي نراها في المستشفيات أي أن الأعداد كبيرة جدا لأن هذه الموجة عندهم بدأت بشكل كبير جدا أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر